تاريخ النظام الإيراني تاريخ النظام الإيراني في عمليات الاختيال والتصفيات الجسدية لمعارضه وأصحاب الرأي والفكر سواء في الداخل أو الخارج حافل بالكثير من تلك العمليات الإرهابية التي استهدفت قيادات وناشطين والسياسيين كانت آخرها اختيال القيادي الأحوازي أحمد المولى أمام منزله في مدينة لاهاي الهولندية الحقيقة في التسعينات الدولة الفارسية قامت باختيال أمين عام الجبهة العربية حسين ماضي وأيضا اختيال منصور من ناحية أبو عواد أيضا أمين عام الجبهة العربية في التسعينات وأيضا اختيالات عدة في الداخل وأيضا في الخارج من القيادات السياسية الأحوازية وأيضا من الشعوب الغير الفارسية اختيال مسؤولين من حزب الديمقراطي الكردستاني في النمسا ومن ثم في برلين ايضا اغتيالات في المعارضة الايرانية منهم من مجاهدي خالق وايضا المعارضة الاخرى فالاقتيال الاخير للشهيد احمد مولى شوارع العواصم الاوروبية واحياؤها شهدت منذ عقود العديد من حوادث الاختيال لقيادات الاحزاب السياسية الايرانية المعارضة لا تزال اصداؤها سارية يومنا الحالي وتعج ادراج دوائر الشرطة الاوروبية بملفاتها التي تشير باصابع الاتهام في مجملها الى نظام الايراني او عناصر تابعة له يشهد تاريخ النظام الايراني بان كل من يعارضه يوضع في قائمة التطفية الجسدية كما حدث مع قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتور عبد الرحمن قاسملو في فينة والدكتور صدق شرفكندي في برلين وكذلك مع المقاومة الايرانية الدكتور قادم رجوي في جينيف وشابور باختيار وعلي اكبر محمدي وغيرهم وبحسب المصادر ان لجوء النظام الايراني الى تصفية معارضيه يعود الى مخاوفه من اي نشاط سياسي يفضح ممارساته القمعية بحق الشعوب الايرانية في الداخل وان بروز شخصيات سياسية تحظى بشعبية وقبول داخل الاوساط الرسمية والشعبية داخل وخارج ايران يعني ايجاد بدائل للنظام وبوادر لسقوطه اشتركوا في القناة